تقف أزقة البلدة القديمة في مدينة نابلس في فلسطين شاهدا على أقدم مصبنة التي تعود لصاحبها والضاح أبو الروس التي ورثها عن والده ذلك المبنى الذي كان ديرا في الماضي وتجاوز عمر بنائه الثمانمائة عام فإنه يتكون من ثلاثة طوابق تعاني من تصدعات وانهيارات في سقوفها وجدرانها هذه قديمة قدم أنصبها بنعم ثمين سنة وهي وقال إنها كانت دير وفيها أسرات أبوي الله يرحمه تركي للصبانة وتوفي وبعديها بعد ما احنا كبرنا احنا مصاحة للصبانة وأنا وأخي وأخي كنا نصدر للمؤسسة العسكرية للجيش الأردني ونصدر لأربد والزرق وعمان وبعتنا للكويت وبعتنا للسعودية أنا حافظ أماكن وأنا مشكلة فعلي أنه أنا يراحوا أنا ابني الله خليليك صار يجي معي من المدرسة ويجي عندي ربنا يستردئنا أنا بس عب أقولي الله ورسى على الله لا يقلو إنتاج الصابون النابلسي من الصعوبات الكثيرة التي تهدد استمرارها بالرغم من قلة الإمكانيات المادية التي ترصد عادة للصناعات التقليدية لغرض تطويرها وتحسينها إلا أن ذلك لم يجعل والضاح أبو الروس بالرغم من فقدان بصره أن يستسلم أمام مهنته التي يحاول أن يعيل بها عائلته متوكلا على الله في السعي لرزقه بمساعدة ابنه الطالب الذي ما أن ينهي يومه الدراسي ليهرع لمساعدة والده في هذه الصناعة المتوارثة اليهود يجلقوا السلاح عند جيرانها من دار النابلسي فجروا البنائة من خلال البنائة هذه لما انفجروها طار السائف طار الأزاز وطار الشبابين كلهم الآن السائف سعت بعدها الآن نقدم نطلب للبلدية من شانا نصلح السائف السائف البلدية أتيج دورك حاليا ينتظر وضاح البلدية بإعادة ترميم المبنى بعد تعرضه إلى الهدم الغير المقصود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر